في خطوة جديدة تؤكد عودة الدفء إلى العلاقات بين تركيا وإسرائيل إيرتليليان أول سفيرة لدى تل أبيب في أنقرة منذ عام 2018 مؤشر جديد يفيد بعزم البلدين على تحسين علاقتهم الثنائية وهو ما تمثل في تنظيم زيارات رفعة المستوى هذه السنة شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك لأنقرة واتفاق الجانبين على تبادل تعيين سفيريهما فبعد فوزه في الانتخابة الأخيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيام نتنياهو اتفق مع أردوغان على العمل سويا لإرساء حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس احترام المصالح المشتركة